السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير عليكم ويا رب دايما بخير قبل كل شيء يريد نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ويريد جزاكم الله خير ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو اللي مش مشترك يشترك وفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم إشعار البس المباشر يوميا بإذن رحمن الفيديو النهاردة إيه هي رموز اللي بتدل على الفرج أول رمز بيدل على الفرج هي رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام دخول الرسول عليك رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام من الرؤى اللي اتفق عليها العلماء إن دي من رموز الفرج للمكروب فرؤية الرسول عليه الصلاة والسلام في منامك اعرف إنه فيه فرج من بعد الشدة وبتكون طبعا شدة عظيم الشخص بيمر به تاني رمز هو رؤية تبديل الوضع تبديل الوضع ازاي؟ يعني انك تشوف ان انت في ليل ولكن ابتدى ظهور النور ابتدى النهار يظهر امامك فتبديل الوضع من الليل للنهار ده تبديل في حالك انت من الشدة والهم للفرج وزوال الكرب لان الظلام ووضعك في الظلام ده حدث مع سيدنا يونس عليه السلام وكان من رموز الوقوع في كرب فمعنى ان انت تشوف التبديل ده ده معنى انه تبديل في حالك انت باذن الرحمن للأفضل وزوال لكرب وهم انت بتعاني منه رقم ثلاثة نزول الغيس لما تشوف انه الغيس نازل عليك وانت مكروب دي هنا ملهاش علاقة بنحية الرزق لان احيانا الغيس من رموز ادرار الرزق لكن هنا لما تيجي للمكروب ويشوف نزول الغيس ده معنى انه فيه انفراجة باذن الرحمن قادمة على الشخص ده ده فك كرب وزوال هم وفرج قادم باذن الرحمن عليه رقم اربعة انك تشوف ان انت لابس ملابس قديمة ملابس متسخة ملابس شكلها مش طيب خالص ولكن انت بتستبدلها يعني معاك ملابس تانية حتستبدل دي بدي ده هنا ابدال في الحال وابدال من الكرب والهم والحزن لان الملابس اللي انت بتكون لابسها اللي هي الرصة او اللي شكلها سيء ده معناه كرب وهم ما تشوف ان انت استبدلتها بالملابس جديدة وشكلها طيب ده معناه انه ان شاء الله باذن الرحمن انه فيه فرج وفيه تبديل لحالك باذن الرحمن للافضل الفترة القادمة ايه كمان من الرموز المحمودة جدا رؤية الشمس انك تشوف الشمس واضحة امامك ظهور الشمس ده معناه ان شاء الله باذن الرحمن بشرة هتكون سبب في خروجك من الكرب العظيم اللي انت فيه يعني فيه خبر حلو قوي هيجيلك الفترة اللي جاية هيكون سبب من بعد فضل الله في اخراجك من الكرب والهم اللي انت بتمر به طيب ايه كمان رؤية انك تشوف نفسك بتبكي لكن بدون صوت البكاء بدون صوت سواء كان فيه دمع او ما فيهوش فالبكاء بدون صوت اما انت عارف ان انت بتبكي بس شرط يكون ما فيش صوت يعني انا عارف ان انا ببكي او شايف رؤية ان انا ببكي بس مش تامع اي اصوات ولا نحيب ولا الكلام ده ده معناه انه فيه فرج وفيه فرحة قادمة ليك بإذن الرحمن الفترة اللي جاية من بعد زوال كرب بإذن الله كمان رؤية شخص جاي بيبتسم لي اما شوف امامي ان فيه حد جاي يبتسم مش ضحك مش جاي بيضحك بصوت او بقهقها او الكلام ده لا مجرد ابتسامة الابتسامة دي معناه ان ان شاء الله بإذن الرحمن فيه انفراجة وفيه فك كرب الفترة اللي جاية بإذن الرحمن اللي ابتسامة من الرموز المحمودة جدا بإذن الله في الرؤية خاصة للمقروب كمان رؤية الخروج من الباب الديق اما تشوف ان انت خرجت من باب بس هنا مش اي باب يعني مش اي باب اخرج منه لا هنا شرط يكون الباب ديق مش واسع مش باب كبير او بوابة كبيرة بخرج منها لا مشوف ان انا بخرج من باب ديق او باب صغير ده معناه انه خلاص الكرب العظيم اللي انت بتمر بيه حاليا ان شاء الله بإذن الرحمن فيه انفراجة كبيرة جدا وفيه فك كرب كبير جدا بإذن الرحمن هيكون سبب خروجك من الكرب ليه الفرج بإذن الرحمن الفترة القادمة كمان رؤية سيدنا ايوب عليه السلام رؤية سيدنا ايوب بتيجي لمين بتيجي للشخص اللي بيعاني بس ليه فترة من الزمن يعني مش قصة ان انا اي يعني كرب كده او همنا ليه فيه شهر شهرين لا بتيجي لحد يعني بيعاني وفترة من الزمن تكاد تصل لاعوام فرؤية سيدنا ايوب ده معنى انه فيه ان شاء الله بإذن الرحمن فك كرب عظيم وهم كان بيعاني منه لسنوات خلاص على اعتاب انه ينقضي وينتهي وان شاء الله بإذن الرحمن يبدله الله بفترة طيبة جدا جدا كما حدث مع سيدنا ايوب طبعا عليه السلام فدي رمز لان ان شاء الله بإذن الرحمن رؤية سيدنا ايوب من رموز تبديل الاحوال من الكرب العظيم لانفراجة كبيرة جدا بإذن الله طيب ايه كمان رؤية الاستحمام بس مش اي استحمام يعني استحمام وانت شايف انه نازل من جسدك طين او ماء متسخ لان ده معنى انه فيه كرب انت تعايشت معاه ليك فترة وليك فترة بتمر به ولكن خلاص حتنجو منه بفضل الله فيه فرج قادم حيكون سبب في زوال الكرب والهم اللي انت بتعاني منه ليك فترة لكن مش اي استحمام لان احيانا الاستحمام بيكون رمز للتقرب لله لكن هنا الماء المتسخ او انك تشوف طين ده معنى انه الشخص ده فيه كرب عظيم هيتخلص منه الفترة اللي جاي طيب ايه كمان من الرموز الجميلة اوي تنظيف الاسنان تنظيف الاسنان الاسنان هنا بتعود على سنوات واعوام يعني سنوات من الصعوبة والمشقة والهموم اما اجي انا انضفها واشوف ان هي بقت شكلها جميل اشوف ان بقى شكلها كويس اشوف ان اسناني بقت بيدة جدا فده معنى انه عناء سنوات وكرب سنوات حيزول يعني ان شاء الله بإذن الرحمن حتستبدل بسنوات طيبة جدا هي دي الاسنان اللي اصبحت بيدة فده سنوات طيبة جدا مقبلة عليك بعد المشقة وبعد سنوات من المعاناة انه فيه ابدال للأفضل وفيه فرج قادم بفضل الله فيه رمزين مهمين جدا في رموز فك الكرب منهم شرب الماء بس لما تكون عطشان يعني تشوف ان انت عطشان جدا في الرؤية ولكن انه جيء امامك ماء او انه حد اعطاك ماء وشربته الماء هنا مش رز الماء هنا مش رز الماء هنا ده معناه انه انت العطش ده معناه اشتياق وتعصر وفقد الشخص ده متشوق لانفراجة ومتشوق لتيسير ولكن طالما انه شاف انه ارتوى وانه شرب ده معناه انه ان شاء الله بإذن الرحمن الفترة اللي جاية فيه امنياتها تتيسر ليه فيه فرج قادم ليه بفضل الرحمن شرط انه يكون عطشان زي ما قلنا كمان رمز بس الرمز ده لالرجال مش للنساء ابدا حلقة الشعر انه شوف انه هو حلق شعره دي من الرموز الطيبة جدا لان حلق الشعر لرجل خلاف المرأة حلق الشعر لرجل من الرموز المحمودة ده معناه انه فيه كربة عظيم حيتخلص منه فحلقة الشعر رمز طيب جدا بس للرجل ده معناه كربة عظيم بيمر به حيتخلص منه الفترة اللي جاية والله اعلى واعلى بذكركم مرة تانية ما تنسوش كسرة الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فضلكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو اللي مش مشترك يشترك